السلام عليكم ورحمة الله وبركاته برحب بكم يا أصدقائي في فيديو جديد من فيديوهات قناة فكرة ومعلومة بس في الأول لو سمحتم عايزينكم تعمل لنا لايك وسبسكرايب وشير للفيديو علشان فيديوهاتنا توصل لأكبر عدد من الناس النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن الإطار العام لصفحة وورد 2010 بس في الأول هنعمل زوم إن عشان كل حاجة تبقى واصلة وده عشان يتحدد هنتجه للتبويب اللي يسمى Page Layout Page Layout هو التبويب المسؤول عن تحديد الإطار العام لصفحة الورد وبنبدأ كلامنا فيه عن المارجنز مارجنز الهوامش هوامش الصفحة لو دخلنا عليها كده هنلاقيها فيها Last Custom, Normal, Narrow كل دي مقاسات لهوامش الصفحة لو أنت عايز تحدد الهوامش بنفسك بتضغط على Custom Margins وبعد كده بتحدد إذا كانت Top كذا Bottom, Lift, Right بتحدد الهوامش بتاعتك فيه ناس تانية ما بتحبش الطريقة دي وبتعملها Manual يدوي عن طريق الضغط على المنطقة اللي انتوا شايفينها دي يمين أو شمال Click and Drag الضغط مع السحب لو ملاحظين بصوا هتلاقوا إن الهوامش بيتغير مكانه وتحت كمان نفس الكلام فيه هامش شماله هو بقدر أغير بيه الهوامش بتاعتي الخطوة التانية تحديد الصفحة إذا كانت رأسية أو أفقية ده بيتم عن طريق Orientation Orientation بلاقي فيها اختيارين اختيار اسمه Portrait لو أنا عايز الصفحة طولية واختيار اسمه Landscape لو عايزها عرضية لأن بعض الناس بتبقى عايزة تعمل شهادة تقدير أو شهادة خبرة أو شهادة أي شهادة بتبقى غالبا عرضية وفي ناس بتبقى عايزها تقليدية وقفة بتبقى Portrait لو اخترنا Landscape هتحسوا إن عرض الصفحة زاد عن الأول لكن لو قلنا Portrait بترجع تاني وقفة أو رأسية Size بقى اللي هو حجم الورقة غالبا بيبقى الحجم A4 عشان ما نلفش كتير الورقة العادية اللي كلنا عارفينها بتاعة الكتب أو المذكرات أو التقارير اللي بتبقى في الطبعة أو في مكانة التصوير بتبقى ورقة الأي فور يعني في بعض الأحيان لو جيت تعمل غلاف الورقة دي بتعمله A3 بيبقى شامل الورقتين مع بعض بحيث يبقى غلاف كامل من ورقتين A4 سوا أما columns دي بتحدد عدد الأعمدة داخل الصفحة يعني بتقسمها لك كذا عمود 1 أو 2 أو 3 ولحظوا اللي هيحصل لما أقول 3 شوفوا اللي هامش قال لي إن فيه 1 2 3 السم لصفحتي 3 أعمدة وكلها رأسية بحيث أنه نقدر أكتب مثلا أي كلام هنا بصوا أصبح حدوده التلت لو أنا ضغطت انتر كتير شوفوا يا جماعة بدأ يقسم الكلام على ثلاث أجزاء يعني كأنه عمل ثلاث صفحات في صفحة واحدة بعد كده ممكن نحدد الووتر مارك أو العلامة المائية العلامة المائية بتاعتي ممكن تبقى صورة أو نص بقول كاستوم ووتر مارك تخصيص علامة مائية في منها البكتشر وفي منها تكست بكتشر لو علامة مائية صورة ممكن نقول له سيليكت بكتشر واختار صورة بقى حسب اللوكيشن اللي انت فيه أو ممكن تكست نص زي ما انت عايز بكتشر مثلا أوكي بتبقى العلامة المائية صورة بتبقى شفافة طبعا والهدف منها انها تبقى في الخلفية بحيث ما تضغيش على الكتابة بتاعتك بيش كالر لو عايز تلون الخلفية بيش كالر وبيش بوردرز لعمل بلواز للصفحة تختار الستايل اللي انت عايزه تنزل تحدد اللون والسمك وممكن لو عايز تحدد ان البرواز بتاعك صورة ممكن تختار صورة من دول صورة وردة صورة شجرة نخلة زي ما انت عايز أوكي آه شوفوا بقى البرواز عبارة عن الصورة اللي انا اخترتها عايز ترجع تاني للبرواز العادية ممكن برضو تختار من البرواز دي اوكي از يو لايك انا بحاول ان اقول معلمات ببساطة انت ممكن تجرب كذا مرة وتشوف اشكال كتيرة اما الاندنت والسباسنج ده الاندنت بيحدد المسافة البادئة يعني لو انت عندك نص زي ده مثلا وضغطت على اندنت بص هتلاقيوا ايه الكلام بيتحرك انت انت ده بيحدد المسافة اللي قبل السطر ما يبدأ اما سبيسنج بيحدد المسافة بين السطور شايفين لو انا عملت سطر جديد هايبقى بالشكل ده يبقى خلوا بالكم الموضوع ده حتى دي بتلغبط ناس كتيرة اندنت ده المسافة قبل السطر الاولان ما يبدأ اما سبيسنج دي المسافات اللي بين السطرين او التلاتة اللي انت كتبه اخر حاجة بقى راب تيكست او الوضعية الصورة مع الصفحة او الكتابة دي بتغير وضع الصور بتخليها ورا الكتابة او قدامها لو انا مثلا عملت ادركت صورة زي الصورة الدب ده مثلا ممكن احدد اذا كانت الصورة امام النص او مع النص او خلفه ازاي حتاكد اني في بيج لي اوت وحروح على راب تيكست وانا عامل سيليكشن للصورة واضغط عليها واقول له بيهايند تيكست بيهايند تيكست يعني خلفية الكتابة شوفوا بقى اطورة طيب لو قلنا in front of تبقى قدامها شوفوا كتير بيقولوا طب ازاي تخلي الصورة خلفية اه قدنا بنجاوب عليهم لو عايز تخلي الصورة دي background او خلفية تروح قيل بيهايند تيكست خلف النص عايزها امامية تقول in front of قدام اه انا حاولت الخص الفكرة بتاعتي وهي تحديد الاطار العام للصفحة حجمها وضعها العلامة المائية اه ممكن نغير وضع الصور مع الكتابة واتمنى تكونوا استفدتم من الفيديو ده ان شاء الله تكون فيه فيديوهات جاية فيها معلومات كتيرة عن برامج مختلفة اتمنى لكم التوفيق ان شاء الله وبليز ما تنسوش تعملونا لايك سبسكرايب وشير للقناة ونشوفكم في الحلقة الجاية ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة